أبو بكر من سوريا يقول هل يجوز قراءة القرآن على مقامات يعني فقط الصوت دون آلات موسيقية أبو بكر من سوريا بارك الله فيك ورضي الله عنك أخي الفاضل أولا بالنسبة لقراءة القرآن أمر الله جل وعلا بترتيله قال تعالى وردت للقرآن ترتيله النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منه ولذلك ترتيل القرآن يكون أولا بإخراج الحروف من مخارجها باستعمال أيضا أحكام التجويد هذا والترتيل أما ما يسمى بالمقامات فالأصل يا أخي الفاضل أن هذه المقامات إذا رجعنا لتاريخها هي في واقع الأمر مقامات يعني موسيقية مقامات موسيقية ومعلوم بأن كل صوت ممكن أنه يعني يجرى له مقام معين والمختصين في هذا يعني جعلوا المقامات خمسة أو ستة أنا لا أذكر شيء من هذا القبيل وهي أصل موسيقية لذلك لا يليق حقيقة بأهل القرآن أن يستعملوا المقامات في قراءة القرآن بمعنى أن القرآن يلحن على هذه المقامات التي أصلا هي مقامات موسيقية حتى لو لم يكن هناك شيء من أصوات المعازف ما يليق هذا بالقرآن ولذلك يجب تعظيم ما أعظمه الله وقرآن كلام الله صفة من صفاته منزل وغير مخلوق وترتير القرآن لا يحتاج إلى مقامات ترتير القرآن لا يحتاج إلى مقامات ولذلك يعني من المقامات هذه تقلل من قيمة القرآن ولا ترفع من قيمة المقامات هذه يعني تضعف حيبة القرآن لأن أصلا هي يعرف الشخص الذي استعمل المقام الفلاني والمقام الفلاني أن هذه أصلا مقامات موسيقية فما يلقي أخي الفاضل قد أفتل علماء في القديم والحديث أفتوا بحرمة هذا وعدم جواز ولذلك من أراد ترتيل القرآن حق ترتيله فعليه أن أولا يستعمل طبعا حكام التجويد ويعتني بمخارج الحروف ويزين قراءته وصل إلى مطلوب الله و مراد الله و مقصود الله عز وجل من ترتيل القرآن موسيقى